جون لوي جاسي لم يرغب في التغيير كثيرا من خطة اللعب التي يتبعها حتى بعد ان خسر السيطرة على وسط الملعب واستمر في اللعب بنفس الخطة ونفس اللاعبين ونفس الادوار حتى عندما لم تسير الامور معه جيدا استمر في تطبيق اسلوب الفريق وطريقة اللعب 4-3-3 بدون اي تغيير في البداية كان هناك حالة من القلق عند اللاعبين بعد استبعاد جون لوي جاسي لكن المدرب ايمير سفايي تولى المهمة فجأة ومنذ تلك اللحظة لم يغير طريقة اللعب ولكنه قام بتغيير الافراد فوظف جون ميشاييل سيري في رقم 6 ليميل الى نصف الملعب واجلس فرانك كيسي على دكة البودلاء ووضع اودي لون كوسونو في الوسط الدفاعي وجعل ماكس جرادل مهاجما وهميا وبعد ذلك كله سباستيان هالر صنع الفارق اعتقد انه منذ لحظة خروج جاسي وحضور فايه اعطى فايه الافواريين الثقة وادركوا ان فريقهم يمكنه تحقيق الانتصارات واصبحوا فخورين بفريقهم وكل هذه الطاقة الايجابية اعطت الافواريين الثقة ومنذ لحظة الفوز على السنغال اقتنع الجميع بامكانية تحقيق الفوز حتى النهاية تعلمون ماذا يعني هذا لشعب انتظر هذا العرس الافريقي لمدة اربعين عاما كانت هناك فرحة كبيرة في الدولة وكنا ننتظر هذه الفرحة خاصة انها كانت غير متوقعة في البداية تخيلوا كيف كانت الفرحة في الدولة كلها وفي كل القرى والمدن وكان الشعب الافواري سعيدا في ملعب هوفيي بوانيي وكانت الفرحة رائعة فهذا حدث تاريخي للدولة كلها بالنسبة لللاعبين الذين لفتوا نظري في كأس امم افريقيا افضل لاعب في البطولة النيجيري ويليام تراست اي كونغ وهناك حارس المرمى الافضل في البطولة الجنوب افريقي رويين ويليامز حقيقة لقد ابهرني خاصة في ضربات الترقيح هناك ايضا الانجوليين مابولولو وجلسون دالا والافواريون سيمون دينجرا وعمر ديكايتي وجيس لان كونان والى جانبهم ايفان نديكا المدافع الذي شارك في كأس افريقيا لاول مرة وقدم اداء استثنائيا وكان يستحق ان ينضم للفريق المثالي وهناك النيجيري اولا اينا الذي اختير كافضل ظهير ايمن في البطولة وهناك ايضا المصري عمر مرموش الذي كان رائعا واستثنائيا وسجل هدفا في مباراة غانا هؤلاء كانوا افضل لاعب البطولة من وجهة نظري بالنسبة لي الخروج الدرامي للمنتخبات العربية يتلخص في نقطتين بداية هذه المنتخبات كانت اقوى من ذلك لقد رأيت تونس ومصر والجزائر والمغرب تلعب افضل من ذلك كما ان هناك نقطة اخرى وهي تاريخية مصر فقط هي التي فازت باللقب في افريقيا السمراء وذلك في غانا وفي انجولا وفي بوركينا فاسو فرق شمال افريقيا لا تؤدي جيدا في ملاعب افريقيا السمراء في هذه المسابقة لكن الصدمة الاكبر بالنسبة لي كانت بخصوص منتخب المغرب الذي كان احد المرشحين بعد ادائه الجيد في كأس افريقيا لقد كانت المغرب قوية في مباراتها الاولى ومباراتها الثانية وقدمت اداءا مقنعا اما بالنسبة للمبارات الاقصائية في ربع النهائي فقد رأيناها جميعا لقد كانت هذه الفرق اقوى كثيرا ومصر تحديدا خسرت الكثير من قوتها لعدم وجود محمد صلاح هذا يشرح لماذا لم تنجح هذه المنتخبات بالاضافة الى النقطة التاريخية التي ذكرتها بالنسبة لاخفاق منتخبات شمال افريقيا فانا سوف اتحدث في نقطتين الاولى هي ان هذه الفرق لم تكن في مستواها فقد سبق لي رؤيتها في حالات افضل من ذلك وليس لدي تبرير لخروجها المبكر والثاني هو لابد ان نذكر درجة الحرارة العالية فبالنسبة لي هذه مشكلة فباستثناء منتخب مصر في 2008 في غانا و2010 في انجولا لم تكن منتخبات شمال افريقيا موفقة وخرجوا تباعا وكانت صدمة الكبرى في المغرب فهي كانت مرشحة بعد مشوارها المذهل في كأس العالم ووصولها الى نصف النهائي كذلك لم تكن الجزائر موفقة رغم وجود محرز لقد كان الخروج المبكر لفرق شمال افريقيا مفاجأة بالنسبة لي انا متخبط قليلا لانني شاهدت مباراة مصر مع موزنبيق والتي انتهت بالتعادل بهدفين مقابل هدفين لكنني لم اجد محمد صلاح العملاق وشاهدت مباراة غانا التي اصيب فيها لكنني لم اجد محمد صلاح العملاق وكان مراقبا جيدا ولم اجده يلعب وبالنسبة لفوز مصر في حالة وجوده فانا لا اعتقد ذلك كثيرا في النهاية محمد صلاح لاعب كبير وهداف كبير اما في حالة وجوده في مباراة ربع النهائي ربما كانت مصر فازت على كونغو وان كان محمد صلاح لم يثبت وجوده في البطولة حقيقة انا ليس لدي اجابة واضحة لهذا السؤال ربما في حالة وجود صلاح لم تكن لمصر ان تصل بعيدا رغم انه دائما يصنع الفارق لكنه اصيب لسوء حظ مصر ونحن ننتظر لنرى ماذا سيفعل عام 2025 في المغرب